بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عالم كفيف تقني مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقات البصرية في قطر نقدم اليوم شرح لتطبيق إعراب القرآن للآيفون أدخل على التطبيق كمال الاختيار الموسيقى صفحة 9 من 9 أعراب القربان أعراب القربان الأجزاء توجد في التطبيق عدة تبويبات بالأسفل هذه علامات أو المفضلة هذا العمل خاص ب معلومات عن البرنامج والذي أنشأ البرنامج ومشاركة البرنامج ومتابعة المطور على الفيسبوك وغير من برامج التواصل علامة بحث لما التبويب هذه تبويب بحث تمال الاختيار القربان الكريم لما التبويب واحد من أربعة هذه التبويب الأولى هي التي تهمنا أذهب إلى الأعلى الأجزاء الأجزاء زر واحد من اثنان تعتني هنا الأجزاء تمال الاختيار أسور والصور يعني يعرف القرآن بالأجزاء أو عن طريق الصور الأجزاء تمال الاختيار أسور زر اثنان من اثنان مثلا أختار الأجزاء الأجزاء زر تمال الاختيار الأجزاء وأسور تقليبكس تعديل هنا هذا يعني مكان لاختيار أو للوصول إلى جزء معين بسم الله الرحمن الرحيم الحزب واحد أن لها لا يستحي أن يضرب مثلا مبعوضة فما فوقها فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد له بهذا مثلا يبلغ به كثيرا ويهدي تستطيع يعني اختيار الجزء أو الحزب الحزب الذي تريد وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا أتأب الجزء واحد وإذا اعترفت صور تقليبكس أسور زر تمال الاختيار أسور تقليبكس تعديل ومن هنا أيضا تستطيع يعني الوصول إلى الصورة التي تريد بشكل أسرع سبعة هنا يعطيني هنا رقم سبعة وهي سورة الفاتحة ويعني سبع آيات أدخل على هذا العنصر زر رجوع عنوان مساعدة زر بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية الأولى الحمد للهرب العالمين تمام طريقة إعراب الآية أضغط على الآية مرتين بإصبع واحد الحمد للهرب العالمين تمام الآن أسحب إصبعي إلى اليمين هنا يعطيني إعراب بالإنجليزي أضغط عليها تمام هنا يعطيني إعراب و الصرف أدخل على الأولى مثلا ثلاثة زر رجوع الحمد للهرب العالمين عنو مساعدة زر الحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمت ظاهرة له جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ تقديره ثابت أو واجب ربي نعطي صفة للفظ الجلالة تبعه في الجر وعلامة الجر الكسرة العالمين مضاف ليه مجرور وعلامة الجر الياء لأنه ملحق بجمع المذكر سالم ونعوض عن تنوين في لاسم المفرد وجملة الحمد لله شارك و وجملة الحمد لله لا محل لها أبتدائية تمام الآن أعطاني إعراب الآية الحمد لله رب العالمين شارك وأنشر أسحب للأعلى هنا لمشاركة هذه الآية زر أنا يعطيني أزرار غير مصنفة مثلا أضغط على هذا الزر تنبيه تمت أضافة هذه الآية للمفضلة تمام هذه هي إضافة الآية إلى المفضلة وستجد هذه الآية في العلامات تبويبة العلامات حسنا زر هنا أيضا زر آخر زر رجوع بحث لا مدتبويه ترجع هذا الزر الحمد للمساء الحمد مبتدب له تمام جار ومجرور مجربي نعم وجب شارك مع تمون زر 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 مع تمون زر هذا الزر الآخر أضغط عليه أرسال مع تمون زر أحببت أن أشارك أعراب هذه الآية هذا لمشاركة هذه الآية الزر تمام تنبيه حذف المسودة زر حال إيميل أو على البريد الإلكتروني زر رجوع بحث على زر مع تمون شارك وأنشر مع تمون زر زر هذا الزر الذي يليه تنبيه تم نسخ الآية لذاكرة يمكنك لا نستخدامها في أي تطبيق آخر هذا الزر لنسخ الآية حسنا زر بحث تمال زر زر مع تم شارك وأنا مع تمون زر زر تمال واختيار القرآن الكريم لا متبويب واحد زر زر مع شارك وأناشر وجمض العالمين الآن أضغط على رجوع مبتدأ الحمد لله زر زر رجوع الحمد لله رب العالمين الرحم الرحيم الحمد لله هذه الآية مرة أخرى الحمد لله ثلاثة أضغط على راب ثلاثة ثم أضغط على الصرف زر رجوع الحمد لله راب العالمين مساعدة زر الحمد مصدر يرببا بنصر ثم استعملوا صفة كعدل وخصم وازنوه فعلا بفتح فسكون العالمين جمع العالم وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه وهو مشتق أمن من العلم بكسر العين أو من العلامة وازنوه فاعلا بفتح العين وكذلك جمعه شارك وأنشر أسحب للأعلى شارك وأنشر زر هنا أيضا يعقيني العناصر بقية العناصر عندما أضغط على شارك وأنشر زر زر رجاء الاختيار جمع العالم رجاء الى زر يعطيني هذه التبويبات غير مصنفة لمشاركة هذه الآية على الفيسبوك وتويتر والإيميل وغيرها من التطبيقات تحياتي للجميع